موسيقى موسيقى اغلب الناس دولها طيب واي لازم ياخدوا إنسولين لكن طيب طو ممكن ما ياخدوش إنسولين يعني هي المشكلة في طريقة العلاج نفسه ده اللي بيخلي فيه تصنيف دايما كلمة مرض السكر عندنا من الحاجات اللي بتعرفنا او بتعمل لنا صورة ذهنية انه مرض ما فيش شفاء منه بل التعايش معاه هو امر طبيعي تمام بس هو مش التعايش معاه هو مرض يعني احنا بنسميه فالطب عندنا الصديق العدو. سهل جداً عملش كنترول على اكلك وصاحبتي ولا كأنك اصلاً عيانة. ولا كأنه مرض. من المشكلة في موضوع الكنترول على اكل. في ناس ما بتعرفش? لا. ما هو سي. انا حاول. عارف انت لما بتبقي الطبيعي انك بتعقي يعني الدامج او التلف اللي بيحصل جوه. لو اصلاً احنا موضوعنا النهاردة هنتكلم عن مضاعفاته. مضاعفات مرض السكر. كل ما احنا المضاعفات دي عمالة تقل. يعني فهم اوزي. احنا احنا مضاعفاته يعني اولها اول حاجة بالنسبة لي انا يعني وده موضوع رسالة الدكتوراب تعطي لها كنت متخصصة فيه. اللي هو التهاب العصابة الترفية المرضى السكر. اه يعني التهاب عصابة ترفية ده اه يعني اه لو هنذكرهم واحدة واحدة التهاب العصابة الترفية المرضى السكر ده بيبقى عبارة عن مشكلة. في حاجة اسمها المايكرو سيركيونيشن الدورة الدموية الدقيقة. بتأثر الاول على اعصاب الاحساس. فالعيان كل اللي بيحسوا شوية تنميل حرقان سكونة برودة شكشكة. فيتخيل ان المشكلة بسيطة. المشكلة دي بعد كده بتتطور. انها عرطر او ممكن تروح في اي وقت ملاقي. بالزبط كده. لا المشكلة دي بتتطور مع الوقت تنزل للمرحلة اللي بعد كده توصلنا لفجدان الاحساس. تمام? فجدان الاحساس ده ممكن حاجة تدخل في رجله او يلبس جزمة ضيئة. وهو مش حاسس بحاجة. وهو مش حاسس بحاجة فيدخل في جهة. بدك في مراحل متقدمة يا دكتور? لا مش في مراحل متقدمة خلص. ما لهش علاقة. ما هو ده دي تركة. انت مجرد ان انت حسيت تنميل او شكشكة في رجلك او حرقان او رجع او كهرباء او لسعين او او سخونة او برودة اي حاجة كأنك ماشي على كيس قطن. الشبش بدأ يدخلها من رجليك انت خلاص كده بقيت في خطر. دخلنا في مرحلة فجدان الاحساس. احنا المرحلة الاولى بتاعتنا قلم وتنميل. المرحلة التانية بتبقى تنميل وقلم وشكشكة وحرقان سخونة او برودة. المرحلة وفي حاجة اسمها هيبرسيزية انه الاحساسي بعالي كأنه فيه كهرباء. المرحلة التالتة نوصل فجدان الاحساس. المرحلة الرابعة قدم سكري. انه ممكن العين يدخل بقى يبدأ يدخل في الجروح ويبدأ يدخل او اصلا جرح مريض السكر بشكل عام ما بيلتقمش بسهولة. او ده او ده يقوله جرح ما بيلامش. فده ما كان عرضة لانه هو يحصل فيه انفكشن بكتيريا وميكروبات. او ده بعد العليق. ده جروح. هنجلها. هقولي العليق بس لحظة وبعد كده نعلق للناس على. بس كده فاحنا دلوقتي مشكلة عندنا دورة دمائية دقيقة زي. خلاص يعني يعني يجي العين يعمل دوبلر يلاقي دورة الدمائية الاساسية شغالة. شغالة كويس. فده الخدعة. والخدعة التانية انه هو مش ان الموتور اللي هي الحركة بتتأخر على ما يحصل فيها تلا فيكون الدنيا بوزت. المرحلة اللي بعد قدم السكرين شعورين كوية تتسد. او ان الجرح ده ميلمش. فيحصل تعفن وغرجرينا في الرجل ونوصل للبتر. شوفوا التهاب الاعصاب الترافية قد ايه مرض لو اللحقناه وعالجناه في الاول قد ايه مرض خطير. وقد ايه اذا سبناه قد ايه يعني لو هو تعالج بدري ووكنا نفسنا من ان احنا نفكت جزء من جسمنا. لو لو اللحقناه وعالجناه من بدري. احنا دايما بنسمع انه حد حالته ادهورت في وقت سريع جدا وتم بتر القدم. برافو عليكي. سؤالك حلو. ما هو دي ما هي دي التركة. هو في دماغه ده انا عندي شوية تنميل في رجلي وشوية وشوية واجع. مش متخيل ان ده عارض لمرض يوصل للبتر. تمام? اه اللي بيحصل انه هو بيبقى عنده. احنا هنتكلم الاول عن عايزة اتكلم عن علاج الاول لتهاب الاوصاب الترفية. وبعدين نتكلم عن الجروح والتطور بتاعها. لان احنا اصلا ممكن نحمي رجلينا انها ما توصلش لمرحلة الجروح. احنا عندنا فيه تقنية حديثة. جهاز بيطلع موجات ده واحدات اللوت. ده جهاز امريكي. ده بتزود عدد كرات الدم الحمرة والهيموكولوبين اللي موجود في المكان. فتزود الدورة الدماغية لرايحة للعصب. اه. واجهزة تانية اه بتزود التقام العصب. ما هو طبقة المويلين بتاعت العصب لان الدورة الدماغية مش واصلة كويس. فطبقة المويلين هي كمان بيبدأ يحصل فيها تآكل. تمام? فايه اللي بيحصل? لما طبقة المويلين دي بتتآكل. اه. العصب بقى يتيبت العيان يحس بالحرقين والشكشكة نار كهربا في رجل يا دكتورة. كل كل الكلام ده يحسوا العيانين. لحد ما يوصل اه احنا المفروض ان احنا بقى بنعالج الموضوع ده وهو لسه في مرحلة التهاب الاعصاب الترافية. كده هنزود الدورة الدموية بتاعت الشاريين عن طريق الجهاز ده. هنزود الدورة الدموية. نحسن كفاءة مرور الدم داخل الاوردة بجهاز. بيعمل على ضغط الدم داخل الوريد. وده موجود برضو آآ من تقنيات العلاج اللي موجودة عندنا. آآ بنعمل آآ برضو آآ بنزود الالتقام العصاب عن طريق حاجة اسمها الكهروماجناتك ويفز آآ او الكتروماجناتك ويفز آآ بطول بفريكوانسي معين. تمام. آآ لازم يكون التردد بتاعها والكسافة معين بتاعتها معين عشان تعالج لك المشكلة دي. آآ وبنعمل حاجة اسمها فوتوصيربي ده بيزود الالتقام من الحاجات الهيلة في الهيلين. وده جهاز انجليزي. آآ وبنقومي العدلات بطريقة معينة. بحيث ان احنا نحمي الرجل. ده كده لو احنا في مرحلة التهاب الاعصاب الطرفية. لو عايزين يجيب صور الجروح بقى. فرضنا بقى انه العين خلاص اتطور ببقى فيه جرح. بنعمل الاجهزة اللي احنا. ده جرح مش طبيع ايه. جرح مش طبيع بس يلتقم في الاخر ازاي? بتشوفي شو في الالتقام. دي بدايته بس ده بدايته بكد في كيس. بعمل العلاج الضوئي. وبعمل العلاج بالضغط اللي بيخرج السوائل الزيادة اللي في الرجل. وبزود الدورة الدموية. وبعمل كل ده. بس بشارط ان الجرح ما يكونش فيه ميكروب. دلوقتي الحمدلله كمان بقى ده كده في ميكروب. ده كده في ميكروب. ده كده في ميكروب. ده بقى فيه كمان تقنية حديثة. ان فيه منتج. ده برضو منتج امريكي بنحطه على الجرح. بيتنظف بس بماية مقطرة. ده فيه بقى بيعمل حاكتين. حايلين جدا. فقدرنا ان احنا نعالج الجروح كمان اللي فيها اللي حصل كمان فيها تلوز. وننقذ رجلين الناس دي من البتر. اول حاجة بقى التقنية بتاعته معتمدة على حاكتين. انه الخلايا الجزعية بتهاجر من المكان القريب من الاصابة للمكان اللي فيه الاصابة. فده بيساعد على الالتقام. والكزة بقى بتاعت البكترية انه هو بيطلع آآ فريكوانسي عالي. آآ او فيبريشن عالي. بيطلع آآ حاجة اسمها ماجناتك فيلد. بيوصل لتسعمائة واثناشر تيرة. الماجناتك فيلد ده الايونات. ده عبر عن ايونات فضة. ايونات من الفضة. اربع ايونات فضة مع اربع ايونات ايه آآ مية. خلاص. وشانين منهم جزئ هايدروجين. فايه تكذيبها وخلاص تموتها. لا. دي ليها قدرة ان هي تدمر ايو بتاع البكترية دي. انه مايرجعش تاني. مش بس انه هو بقى تقتلي الفيرل انفكشن او البكترية الانفكشن دي بس. انتي منعتي التقاصر بتاعها. بس دي كمان بقت من التقنيات الحديثة. زي بقى العلاج الضوئي. زي ان احنا. بس علاج مكلف يا دكتور. بس بتبقى بتقول ان العلاجات للامراض دي مكلفة جدا. بس احنا بنحاول ان خليه طبعا هي حاجات الاجهزة كلها من برا يعني. بس بنحاول ان خليه الكوز يعني اللي هي اللي وسط يعني. بس مش متوفرة في اي مكان. لا. في اماكن بعينها. للأسف او. هو انا كمان انا نفسي. يعني انا عن شخصي. عن شخصي انا جيبت الاجهزة دي عشان ده كموضوع رسالتي الدكتوراه. وما كانتش موجودة هنا. وقعدت اجيب قطعة من هنا على القطعة يعني. عشان اطبق الموضوع ده. من ده من مضعفات السكر تاني. احنا لو عايزين نكمل القدم الاول. احنا قلنا بقى خلاص لو التهاب اعصاب طرفية بسرعة هنعالجه. قلنا هنعالجه ازاي? وقلنا الاجهزة اللي بنستخدمها. قلنا لو لو جرح هنعالجه ازاي? قلنا الاجهزة اللي بنستخدمها مع التقنية الحديثة. وان احنا الحمد الله دلوقتي بنقدر ننقذ الناس من البت. طب فرضا بقى انه العيان خلاص وصل معيكي خلاص للبتر. هنعمل ايه? اذا العيان بقى وصل للبتر فيه مشكلتين. ايه هم? اول مشكلة العيان بيقابلها احنا عندنا البتر يا اما على حسب بقى الدور احنا احنا شرحنا انه في مرحلة ان الدور الدموية الرئاسية خلاص اتسدت. فخلاص احنا كده كده في جرجرينا. فالبتر بتاعنا ده يا اما يبقى تحت الرجبة يا اما يبقى فوق الرجبة تمام? طيب. اه وفيه قدر الله النس يعني ولا يلبس شفت ناس كمان وصل للبتر للحود. طيب. اذا البتر بتاعنا كان اه اه تحت الرجبة او فوق الرجبة وتيفر. اه فيه مشكلتين بيصدفوا العيان بعد البتر. المشكلة الاولانية انه الدكتور اللي بطروا رجله ليبقى بيتعامل مع مجموعة من الشركات. فبيروح لشركة ما هماش مؤهلين. ما هماش ده كاترة. ما هماش مؤهلين هم ياهلوا عيان سكر. صحيح. تمام? بس فغالبا التوجيه للأسف الدكتور بيبقى هو كل ما عرفته. بيبقى الشركة جابت له الكتالوج. فالدول الكتالوج يدي العيان اسم دكتور. اسم قصدي صاحب الشركة او كده ويروح مكان مش متخصص. فاول ما بيعرفش يستخدم الجهاز. بلا اصبع ان احنا واحنا بنشرح لتهاب العصابي الترافية. نسينا نقول حاجة مهمة انه سيمتريكال ديزيز. طيب. نسمعيني انه نقولها بعد الفاصل. اوكي. ناخد فاصل قصير مشاهدينا ونرجع لحضراتكم بعد. النصايح والوقاية مهمة جدا. وان احنا نلحق نفسنا من بدري. وان احنا نبقى البني ادم كده حاسس بنفسه وعارف انه هو كده في حاجة غريبة كده لازم يروح يكشف كده لازم يتنبه انه هو في خطر. ده مهم جدا. طب. ونقامن نقامن نقامن بان احنا لازم نروح للدكاترة اول ما نحس بقى اي حاجة. لا وصفات ولا تطنيش ولا اصل فلان خف على كذا. والمتخصص كماني اسميه. يعني نشوف ده متخصص في ايه ونروح له. يعني فيه حاجات عام. لك طبيعي عام. لكن لما يبقى تخصص مهم جدا. مهم جدا. بشكرك جدا على وجودك معانا شرفتين ونورتين. وان شاء الله نشوفك دايما معانا. شكرا لك. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة كنا معاكم ساعة كاملة على هوق مباشرة. انا نشوفكم ان شاء الله في الحلقات اللي جاية وموضوعات طبية جديدة. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. اشتركوا في القناة